في نفس العام 1923 حصل التطور الأكبر في تاريخ المرأة المصرية على المستوى الرياضي لأول مرة تبدأ المرأة المصرية ممارسة الرياضة وتحقق حلم عمر لطفي بيك صاحب فكرة تأسيس النادي الأهلي بدخول المرأة النادي لممارسة الرياضة مش مجرد دخول لمشاهدة الحفلات والمباريات فكرة عمر لطفي بيك اللي عرضها في جلسة 13 ديسمبر 1907 بتعيين يوم في الأزوع أو يومين لدخول السيدات ليس إلا يعني السيدات بس اللي يدخلوا النادي لممارسة الرياضة أيامها اللجنة العليا للنادي قررت تأجيل النظر في الاقتراح لأن ظروف المجتمع في الوقت ده ما كانتش تسمح وفي سنة 1913 يعني بعدها بست سنين قررت اللجنة العليا في جلسة 14 فبراير 1913 تنظيم حفلة للرجال في يوم وللسيدات في اليوم التالي وده كان أول اقتراح لدخول المرأة المصرية للنادي وفي الجلسة اللي بعدها يوم 21 فبراير 1913 قررت اللجنة العليا أن تقام الحفلة يوم 21 مارس 1913 بدلا من 16 مارس 1913 وضم الحفلة التي كان تقرر إقامتها للسيدات إلى هذه الحفلة وجعلها حفلة واحدة مع تخصيص مكان للسيدات وباب خصوصي يدخلوا منه وده كان أول دخول للمرأة المصرية لأي نادي في تاريخ مصر ومن سنة 1913 والحد سنة 1922 يعني لمدة 9 سنين المرأة المصرية كانت بتدخل النادي تتفرج بس على الحفلات سواء كانت رياضية أو فنية وفي الوقت ده كانت رياضة السيدات مقصورة على الأجانب طب يعني المرأة المصرية ملهاش نفسة مارس الرياضة السبب الرئيسي في التغير المجتمعي ده كان ثورة 1919 اللي غيرت من مفاهيم المجتمع ناحية المرأة المصرية لأنها خرجت سنة 19 لأول مرة في تاريخها لتشارك في المظاهرات الوطنية كشريك أصيل في المجتمع وأصبح السؤال اللي بيدور في أزهان الجميع لماذا لا تمارس المرأة المصرية الرياضة مثل المرأة الأوروبية فقررت اللجنة التنفيذية في سنة 1923 أن يتم تخصيص صباح يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع لدخول المرأة النادي من أجل ممارسة الرياضة ولا يصرح للرجال بالدخول في هذين اليومين إلا بعد الثانية عشرة ظهرا وتم إعداد غرفة تغيير ملابس للسيدات اتكلفت تمانية جنيه وهكذا يذكر التاريخ أن النادي الأهلي هو رائد الرياضة النسائية في مصر وأدم لمصر العديد والعديد من النماذج النسائية المضيئة على المستوين المحلي والدولي زي مين ده اللي حنعرفه لو أحيانا وأحياكم بربنا في حلقات قادمة إن شاء الله